وتلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تناول الاتصال الهاتفي تطورة الوضع في السودان حيث حرس وزير الخارجية على استعراض البهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة قيميا ودوليا على السحتين العربية والأفريقية من أجل ضمان وحدة الرسالة التي يتم توجيهها للأطراف والتأتيد على خطورة استمرار المواجهات الحالية التي تصيب جميع أبناء الشعب السوداني بأضرار بالغة وقد اتفق الطرفاني على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق